في أجندتي هذا الأسبوع مشاورات الكويت السير في الدائرة المفرغة صالح تناقضات بالجملة تبدو مشاورات الكويت وكأنها تحقق تكدما إلى الأمام فيما لا يتعدى الأمر كونه مجرد مباراة في عرض التصورات من طرفي المشاورات الحكومة والمتمردون دون أن يتوفر دليل واحد على أنهما اتفكا على خطوة واحدة من خطوات بناء الثقة نموذج تعز الذي طرحه المبعوث الأممي إلى اليمن لم يتحقق حتى هذه اللحظة فالمدينة وريفها يتعرضان للكصف والقنص في عملية متصلة تذكرنا بإيقاع الحرب التي عاشتها المحافظة طيلة الفترة الماضية فيما يتواصل الحصار الخانق وسط كم من هائل من التشويش حول الوضع الإنساني في عاصمة المحافظة المحاصرة الخطوات المتوقفة في مشاورات الكويت تقابلها خطوات متسارعة لتغيير الوقائع الميدانية وسط انحراف واضح ولو على مستوى الخطاب الإعلامي من جانب الدول الرئيسية للتحالو التي باتت تتحدث عن أن الحرب على القاعدة هي أولوية بالنسبة لها فيما تبكي على الحرب الطاحنة التي شنها الانقلابيون على اليمن وتبقي على الحوثيين مجرد قضية جانبية يمكن التغلب عليها عبر الحوار حول أحدث تطورات مشاورات الكويت نخصص ملفنا الأول من الأجندة اللافت في مشاورات الكويت أنها تقع تحت أنظار الأطراف المعنية في المنطقة والعالم الأطراف التي أوفدت سفراءها لدى اليمن إلى الكويت وأبقتهم في حالة استنفار كامل وتواصل لا ينقطع مع طرفي المشاورات فضلا عن الزيارات التي يقوم بها مسؤولون كبار من هذه البلدان إلى الكويت ويجرون خلالها لقاءات مع طرفي المشاورات لكن هذا الاهتمام قد يوافق على أهمية الإنجاز والحرص على نجاح المشاورات ولكنه لا يخفي التباين في طبيعة الإنجاز المطلوب من أجل حل الأزمة المستفحلة في اليمن يتأثر ذلك بطبيعة مواقف هذه الأطراف وأولوياتها إذ لا يبدو أن الأطراف الخارجية المعنية بالأزمة اليمنية متفقة على الآلية والمآلات التي ينبغي أن تصير إليها هذه المشاورات وفي حين يبكى خيار الحكومة متسكا على الأكل مع كرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الأساسية فإن أطرافا دولية وإقليمية تنظي في مسارات خاصة ومنفصلة على الأرض وتقوم بإعادة ترتيب أولوياتها بشأن الحل النهائي الحل الذي ترى أنه لا يأتي بالضرورة على حساب الدور العسكري والأمني للميليشيا الحوثية ولحليفها المخلوع صالح تبدو هذه المواقف مثيرة للقلق إذا جاءت من الدول التي تمثل الكتلة الصلبة في التحالف حيث يبدو أن ضغوطا غربية تجبرها على تصدير خطاب يحمل هذا النوع من المواقف المخيفة بالنسبة للراغبين في استعادة التولة اليمنية غير المنقوصة ما يثير القلق أن أحد أطراف التحالف ظل يستهدف المقاومة أو جزءا أساسيا منها في سياك عجندته الخاصة أو انطلاكا من دوافعه الإيدولوجية التي لا تتطابق مع مصلحة الشعب اليمني وأولوياته بل تتصادم معه وتؤسس لمرحلة يمنية أكثر سوادا من الإقصاء والصراع والفوضى إصرار هذا الطرف الإقليمي على المضي في هذا الطريق الخطير هو أمر خطير بزيارته إلى مدينة المكلة التي بدأت قبل يومين خطى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وحكومته خطوات مهمة باتجاه تأكيد حضور الدولة واستثمار الإنجازات الميدانية التي تحققت على نحو يبعث على الثقة بسلطات النظام الانتقالي بتعديلته الأخيرة فقد باتت هذه السلطة أكرب إلى الأجندة اليمنية لا شيء يحتاجه اليمن الآن أكثر من هذه الخطوات الجريئة لأنها أتت بعيد وقوع تفجير مبرمج على صلة أكيدة بالزيارة الزيارة التي عزم عليها رئيس الوزراء ومع ذلك أصر رئيس الوزراء على المجيء لأن الثابت هو حضور الدولة والمتغير هو الفوضى في غياب الدولة لقد بالغ التحالف في إظهار حجم التحدي الذي كان يمثله تنظيم القاعدة في المكلة فتحدث فيما مضى عن مكتل ثمانمائة شخص من أعضاء التنظيم الإرهابي وعن العثور على أكثر من عشرين سيارة مفخخة مع أن هذا الأخير قد اختار الانسحاب وتجنيب مدن الساحل تجنيبها القتال معلومات كهذه كانت تكفي لأن يتردد رئيس الوزراء أو يتردد رئيس الوزراء بندغر في الذهاب إلى المكلة لكنه مع ذلك اتخذ القرار الشجاع والصعب وكرر الذهاب إلى مدينته حيث تمثل هذه الرسالة الأكثر قوة في وجه العبث الميداني الذي يقوم به الإنكلابيون الرهان اليوم معقود على إرادة التحالف التي ينبغي أن توجه بوصلتها نحو الانتصار لأهدافها المعلنة الأهداف التي تتمثل في تمكيل السلطة الشرعية من استعادة الدولة عبر دعم قوي وفعال لا يكبل الغموض للفريق الحكومي في مشاورات الكويت وانتهاج دبلوماسية فعالة أكثر تماسكا في مواجهة الضغوط الغربية بما يقود إلى انتهاج الطريق الذي حدده قرار مجلس الأمن الدولي أو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ما زالت الإرادة الأممية محل اختبار أمام الأزمة الإنسانية المستفحلة في مدينة تعز حيث تتعرض المدينة لأكسى حصار تتعرض له مدينة يمنية في هذه المدينة ومحافظتها تتواصل الانتهاكات وتتسع دائرة الحرب ويستمر القصف والقنص اللذاني يحصطان العديد من أبناء المدينة والمحافظة وكان ينبغي أن تكون إحدى خطوات بناء الثقة هي فتح الممرات الآمنة ووقف القصف على المدينة لكنها لم تتخذ حتى اليوم المبعوث الأممي حصن نفسه من الفشل فلم يعد بالإمكان لمأساة تعز أن تؤثر على مشاورات الكويت ولا يمكن للخروقات الخطيرة التي يرتكبها الانقلابيون أن تؤثر على المشاورات كما أنه لا سكف زمني محدد لهذه المشاورات إذ بإمكانه أن يرفعها في أي وقت دون أن يعد ذلك فشلا وفي المقابل حرر الانقلابيون أنفسهم من الضغوط بكبولهم مبدأ الإفراج الجزئي عن المعتقلين والمختطفين خلال فترة تصل إلى عشرين يوما من بداية الاتفاق على تنفيذ هذه الخطوة الثمن المباشر لهذه الخطوة أو لخطوة كهذه هو حماية تحركاتهم الميدانية من طلعات الطيران الحربي وتدخلاته المباشرة ولو في الحدود التكتيكية قد يبدو القصد من وقف نشاط الطيران قد يبدو حرصا على نجاح خطوة الإفراج الجزئي هذه لكنه في الحقيقة يعمل على نجاح آخر يحرص الانقلابيون عليه وهو تعزيز الجبهات الكتال بالأسلحة وإعادة الانتشار والقيام بالهجمات التكتيكية على مواقع الجيش الوطني والمقاومة دون خوف من طيران التحالف إننا أمام استراتيجية إيرانية توزعها طهران بسخاء على حلفائها في المنطقة وتقضي باستغلال المفاوضات في إفساد مكاصدها وإفراغها من مضمونها عن طريق المماطلة والتسويف وتكديم الوعود ثم التراجع عنها واستغلال الثغرات أو دفع الطرف الحكومي إلى تبني ردود أفعال من قبيل تعليق المشاورات وما شابه ذلك وهذا من أكثر القرارات التي يفضلها الطرف الانقلابي بالطبع في حين تمضي مشاورات الكويت منفصلة تماماً عن المؤثرات الميدانية يضاعف الانقلابيون من نشاطهم التكتيكي وأبرز هذا التكتيك هو استثمار وجودهم في الكويت بانتزاع اعتراف دولي بوصفهم قوة سياسية مؤثرة في البلاد ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى محاولة اللعب على وركة خطيرة جداً حيث ذهبت تستغل الممارسات غير الموفقة التي نفذتها الأجهزة الأمنية في عدن ضد مواطنين من أبناء المحافظات الشمالية تحت عنوان مكافحة التطرف وضبط الأمن من هذا المدخل نفذ الانقلابيون وأرادوا توظيف وركة رابحة لم تحسن الشرعية وللأسف تجنبها في مرحلة حساسة كالتي يمر بها اليمن حاليا لك تشكلت تلك الحملات نوعاً من التغطية على الممارسات الأكثر قبحاً التي يمارسها الانقلابيون وهو أمر يحتاج إلى عمليات تصحيح شاملة لكل الإجراءات التي اتخذت على الأكل بما يتفق مع توجيهات الرئاسة والحكومة وبما يخفف المعاناة الشديدة التي تعاني منها محافظة تعز على اعتبار أن معظم من استهدفوا بالترحيل من عدن ينتمون إلى هذه المحافظة تحديات مشاورات الكويت لا تكمن فقط في احتمالات الفشل وهي واردة بالطبع ومرجحة وفقاً للمؤشرات الكادمة من هناك إنما أيضاً من الترتيبات التي تجري على الأرض تحت مضلة هذه المشاورات هذه الترتيبات تتعلق بتغييرات خطيرة في الواقع الميداني بالإضافة إلى تغييرات أخطر في البنى الفكرية والعقائدية للمؤسسة العسكرية الموالية الموالية للانقلابيين تلك التي تتهيأ للاندماج في مخطط تأسيس جيش وطني يمكنها من خلال أن تفريغه من مضمونه وتخلق تحديات وجودية أمام الدولة المدنية التي يتطلع إليها اليمنيون دعونا نتابع هذا التقرير في هذا الشعب السير العبثي في الدائرة المغلقة يحدث ذلك بالتحديد في مشاورة الكويت بين الحكومة اليمنية والمتمردين والتي دخلت أسبوعها الرابع دون أي تقدم يذكر ما أن تخطو هذه المشاورات خطوة حتى تعود إلى نقطة الصفر تماما كمن يسير داخل دائرة مغلقة يمضي ولكنه لا يتقدم ولا يتأخر ما من مبرر لكل ما يحدث في الكويت سوى الغطاء الكبير الذي حصل عليه الانقلابيون من خلال هذه المشاورات الخطوات المثابرة للانقلابيين تمضي قدما لتغيير الوقائع الميدانية تحريك للآليات وللأفراد ومحاولات حثيثة للتقدم في جبهات التماس خصوصا تلك التي تقع في مناطق الحدود الشطرية السابقة حيث أعمال القصف لا تتوقف وكل هذا يتم فضل تحول كامل في العقيدة الأمنية والعسكرية لماذا لا ينظر إليه البعض على أنه جيش وأمن نظاميا على هذه العقيدة الطائفية الإقصائية التحريضية الفاسدة يعاد تشكيل الوحدات العسكرية والأمنية وتزرع بواسطها الألغام في المسار الطويل الذي يتعين أن يقطعه اليمنيون لبلوغ المستقبل الجميل جزء من الترتيبات المقبلة التي قد تضي إليها مشاورة الكويت يبدو أنها ستتجاهل عمدا بقاء هذه الحدود والتقسيمات الطائفية في المؤسسة العسكرية المقبلة للبلاد وذلك يعني أن اليمن والمنطقة سيد فعاني ثمنا باهظا لا يمكن احتماله في المستقبل القريب إذا ما كتب لهذه الخطوات أن تنضي في ظل المواقف الانتهازية المساندة للإنقلابيين تراجع الهامش التكتيكي لطيران التحالف العربي الذي لم يعود يتحرك سوى استجابة للحاجة الأمنية والعسكرية للتحالف نفسه كما حدث مؤخرا بإزاء حادث إطلاق صاروخ باليستي باتجاه جنوب المملكة كان ذلك دافعا لأن يوجه الطيران ضرباته لموقع إطلاق الصاروخ في معسكر العمالقة ضربات حررت الإنقلابيين من التزامات إعادة المعسكر إلى جاهزيته في ظل اختلاط الأحداث على هذا النحو تراجع تأثير الطيران هو الهدية التي كان ينتظرها الإنقلابيون فقد أفسح لهم هذا التراجع المجال لكي يقومون بهذا القدر من العربدة الميدانية عربدة أبقى التعز رهن القصف والحصار والظلم المزدوج الذي يتعرض له أبناؤها من خلال الحصار والقتل في تعز والملاحقة والترحيل في المحافظة المجاورة عدن لا يبدو أن اليمن وأولوياتها كوطن وشعب ودولة حاضرة في مشاورات الكويت فالأجندات التي يراد لها أن تنجز عبر هذه المشاورات ينصرف معظمها لتحقيق مصالح الإقليم وأطراف تقع في موراء البحار أمر يستدعي بإلحاح التحرك نحو بناء كتلة وطنية صلبة باستراتيجية قادرة على التعامل مع كل التحديات والاحتمالات السيئة فمصير بلد كبير وفقير مثل اليمن هو رهن بتوفير هذه الإرادة الوطنية وليس بالإرادة الموجهة والأجندات المثقلة من المكر والخبص هذا ما نحتاجه بالفعل إذ لا رهان يمكن أن يعقد إلا على مخلصي هذا الوطن من الحكماء والسياسيين الذين يتخذون موقفا صاربا من المشاريع الصغيرة الطافية على سطح المشهد هذه الأيام مشاهدين الكرام إلى هنا ننهي نكاشنا في الملف الأول من الأجندة نذهب إلى فاصل كصير ثم نعود لمناكشة الملف الثاني تكرموا بالبقاء معنا حكم المخلوع علي عبدالله صالح اليمن 33 عاما وتحكم فيها خمس سنوات أخرى بعد خروجه من السلطة على المستوى الرسمي وبين فترة وأخرى يخرج على اليمنيين في مكابلة تلفزيونية أو خطاب ليبعث بعض الرسائل اليائسة هنا وهناك بأسلوبه المعتاد في الكذب والتناقض والمراوغة والتكلف ومن أواخر تلك المقابلات مقابلة أجرتها معه قناة روسيا اليوم قبل أيام اكترح بعض المتابعين أن تكون مادة لبرنامج أجندة وهو ما سنقوم به بالفعل في هذه الحلقة بإذن الله صعد صالح إلى السلطة في عملية مشبوهة ما زالت أسرارها الكاملة في طي الكتمان وما زال شهودها الحقيقيون يخفون بعض تفاصيلها الحقيقية حتى الآن يوما ما ستعرف الأجيال الأسباب الحقيقية التي أوصلت علي عبدالله الصالح إلى رئاسة اليمن صعد إلى كرسي السلطة في فترة كان اليمنيون فيها مقبلون على الحياة بعد خروجهم من كهف الإمامة إلى نور الجمهورية ومن عهد الحرب إلى عهد الاستقرار والتنمية صعد إلى السلطة وعدد اليمنيين لا يتجاوز الملايين السبعة لكن آمالهم كانت تتجاوز حدود المجرة بعد أن بعثت فيهم فترة الرئيس الحمدي الأشواق إلى حياة الرفاه والنظام والقانون والنظافة والاتكيت صعد صالح إلى السلطة واليمنيين من أكثر الشعوب تفاؤلا وأكثرهم إحساسا بالكرامة الوطنية ومن أكثر الشعوب استعدادا لاحترام القانون ومن أكثرها استعدادا للتطور الاجتماعي وخرج من السلطة على إثر ثورة شعبية بعد أن أصبحت اليمن على رأس كائمة الدول المتخلفة التي تعاني الفكر والفساد والنزاع الطائفي والمناطقي والحزبي وتدهور التعليم والصحة وكل أشكال الحياة خرج من السلطة وقد أصبح اليمني من أكثر الناس قنوطا ويأسا وتمزكا بعد أن أفقده هيبة القانون ورعاية الدولة خرج من السلطة بعد أن ترك الشخصية اليمنية مشوهة بالأحقاد مثخنة بالجهل مليئة بالثقوب والعيوب يكتلها الشعور بالذل بعد أن أصبح اليمني في نظر الأجانب رمزا للتخلف والجهل والكذارة وبعد أن كانت بعض المطارات تتعامل معه وكأنه حشرة ينبغي الاحتراز منها ترك صالح السلطة رسميا واليمن بلا مدن مخططة ولا مدن طبية ولا مدن رياضية ولا شبكة مواصلات حديثة ولا شبكة كهرباء كافية ولا مطارات لائقة ولا قوات بحرية تحمل مياه الإقليمية الواسعة لليمن ولا قوة طيران تصمد ربع ساعة أمام طائرات الأعداء ولا جيش وطني يدين بالولاء لليمن وحده ثم أكمل جميله مع اليمن بأن سلم الدولة والجمهورية للفئة الإمامية الباغية وسلم الجنوب لعصابات إيران وجلس في مخبائه يشعل الحرائق في كل مكان عندما اطلعنا على المقابلة التلفزيونية التي أجرها أو أجرتها كنات روسيا اليوم مع المخلوع قلنا هذه مقابلة عبارة عن كنز كنز تجد فيه كل ما تحتاجه عن هذه الشخصية كل شيء فيها يتحدث كلامه يتحدث إشاراته تتحدث سكوته يتحدث عيناه تتحدثان كلها تتحدث عن حقيقة هذا الشخص وعن تاريخه وأسلوبه في إدارة العلاقات والناس والإعلام كانت المقابلة عبارة عن مادة ثرية للتحليل السياسي والتحليل النفسي أيضا فإلى جانب الكضايا السياسية والتاريخية المثيرة التي تفوها بها المخلوع كان هناك حديث من نوع آخر هو حديث الإشارات غير الواعية التي تصدر عنه بتأثير العقل الباطل مثل وضع يده اليمنى على كلبه أثناء حديثه عن الرئيس المغدور إبراهيم الحمدي ذلك المكان الذي تلقى فيه الحمدي طعانات الغدر أو طعانات الغدر ورصواساته ما علينا؟ الحلقة مكتظة بالتفاصيل التي تحتاج كما قلنا إلى تعليق وتحليل لكن الوقت الممنوح لنا في هذا البرنامج لا يتسع إلا للكليل منها لذا سنكتفي بالوقوف أمام عينا بسيطة منها وخير الكلام ما كلا ودل من التناقضات التي وردت في كلام المخلوع لروسيا اليوم تبريره لأسباب الحرب التي شنتها السعودية والتحالف العربي عليه وعلى الحوثيين طبعا هو يعتبرها حرب سعودية ضد اليمن ويبرق بقية الدول المشاركة في التحالف من مسؤولية هذه الحرب وهذا غزل مكشوف لدول يعتقد المخلوع أن بينها وبين السعودية خلاف أو صراع خفي وقد اضطر في كلامه عن دوافع هذه الحرب إلى الحديث عن ثلاثة دوافع بتناقضة رصدنا منها الدافع الأول يقول أن السعودية كانت تبيت الشر للجيش اليمني بعد أن شاهدت التطور الكبير الذي بلغه هذا الجيش في احتفال العيد العاشر للوحدة اليمنية وأنها أي السعودية في الأساس كانت ترغب أن لا يكون لليمن جيش بل شرطة محلية هذا كان الدافع الأول من وجهة نظر المخلوق الدافع الثاني هو أن السعودية تريد أن تفرض المذهب الوهابي على اليمنيين كما يقول والدافع الثالث من وجهة نظره هو أن السعودية تريد معاكبته هو شخصيا لأنه رفض التعاون معها على الإثم والعدوان أي التعاون ضد الحوثيين هذا ما التقطناه من كلامه في سياكات متفركة ونحن بدورنا سنتوقف كليلا أمام هذه الافتراضات التي كدمها لكشف تناقضاتها من ناحية والاستنباط دلالاتها من ناحية أخرى ونود هنا أن نود أن ننوه إلى أننا لسنا بصدد الدفاع عن أحد ولا ندين أحد وإنما نحن هنا بصدد الكشف عن حقيقة الرجل الذي ظل يعبث باليمن قرابة أربعين سنة وأثر على مستقبل اليمن تأثيرا سلبيا يعلم الله كم سيستمر من السنين نحاول ذلك من خلال كشف تناقضاته وأساليبه الملتوية لحل ذلك يسهم في إضعاف أو في كشف عن حقيقته وإضعاف موقفه الأخلاكي أمام من يؤمن مثلنا بأن أخلاكه أو أخلاك الخير ضرورية للمجتمعات دعونا نشاهد كلام الرجل حول الدافع الأول لعاصفة الحزم ثم نعود لبيانة تناقض وأنا تحدث مع أكثر من قناة أو مقابلة أن هذا العدوان محطر له منذ أن احتفلنا بالعيد العاشر للوحدة عندما كان هناك قوات مسلحة منظمة بمختلف تشكيلاتها بردا وبحرا وجو وحضروا قادة الدول العربية منذ منها لاشكا في سعوديا شافوا هذا الحشد الهائل والمنظم والجميل سواء كان عسكريا أو كان شعبيا فبدأت تحرك المؤامرة السؤال الآن كيف تكون هذه الحرب مبيتة والملك عبد الله الذي حضر الحفلة المذكور هو نفسه الملك الذي أمر بإنكاذ المخلوع مرتين مر من السقوط النهائي في الثورة الشعبية ومر بعلاجه في أركى مستشفيات السعودية الملك نفسه الذي رفع أنصار المخلوع صوره في ميدان السبعين كيف تكون هذه الحرب مبيتة وقد قال بلسانه في المقابلة نفسها إن السعودية ودول الخليج كانت تدعمه في الانتخابات ضد خصومه وأنها منحته أكثر من 500 مليون دولار منحة شخصية للفوز بالانتخابات هل كانت السعودية تدعمه من أجل الاستمرار في بناء الجيش الذي يقول أن السعودية أراد التدمير كيف كيف تحرص السعودية ودول الخليج على بكائه في السلطة وهو كما يزعم يبني جيشا لا تريد السعودية ثم كيف تدعمه في الانتخابات ضد الإخوان المسلمين وهو يقول أن السعودية تتبنى الإخوان المسلمين والقاعدة وداعش لنجتمع إلى حديثه عن هاتين النقطتين يعني المعروف أن المملكة العربية السعودية تناصب الإخوان المسلمين العداء في مصر مثلا لا سلام هذا غير صحيح أنتوا في روسيا وغير روسيا وأوروبا هذا غير صحيح هذه بضاعتهم الإخوان المسلمين بضاعة المملكة العربية السعودية منذ وقت مبكر من قبل حق أفغان الثاني هذا عن دعم السعودية للإخوان وبحسب كلامه في المقابلة فإن السعودية تشتري المسؤولين بالمال والآن لنجتمع إليه وهو يخبرنا كما أعطته السعودية ودول الخليج لكي يفوز في الانتخابات ضد الإخوان قبل أن يطعن هذه الدول في الظهر ويبيعها لإيران كم بلغ حجم الهبات هكذا كانت تسمى الخليجية لليمن خلال سنوات حكمها أنا عندي هبات أكثر من 500 مليون دولار موجودة في البنك المركز من دول الخليج يعني كانت دوها لي فانتخابات كان ذلك حديث المخلوع عن الدافع الأول من دوافع السعودية لدخول الحرب في اليمن أما عن المبرر الثاني للحرب فيقول أن السعودية بهذه الحرب تريد معاكبته لأنه رفض التحالف معها على الغلط أي ضد الحوثيين كما كان دعونا نشاهد أنا منه علينا أن نتحالف معهم على الغلط إحنا رفضنا أن نتحالف على الغلط وقالوننا نتحالف معهم ضد الحوثيين كيف أصبح التحالف مع السعودية ضد الحوثي غلط؟ مع أنه تحالف معها في حرب صعدة ضد الحوثيين وكان الطيران السعودي يضرب في عمق الأراضي اليمنية لمساندة الجيش اليمني لماذا أصبح التحالف ضد الحوثيين إثماً بعد أن كان جائزاً؟ وكيف يقول أن السعودية تريد أن يقف ضد الحوثي؟ ثم يقول في المقابلة نفسها أن أمريكا بالاتفاق مع السعودية رفضت تحريك بعض الآليات العسكرية الأمريكية لمحاربة الحوثيين في صعدة خوفاً من الاكتراب من الحدود السعودية هل هناك حقيقة ما يحاول إخفاءها؟ ربما دعونا نشاهد ما قاله عن الآليات العسكرية الأمريكية لما تحدثنا مع الأمريكا أنه إحنا بنتقاتل مع أنصار الله الحوثيين في صحة قالوا هذا رأي هذا رأي خصهم ما بش مشكلة كان عندنا آليات الجيش أمريكية كانت تتحرك إلى صاطف قالوا لا وقفوا الآليات الأمريكية لا تتحرك إلى صاطف طيب واليوم أنتوا تتحالفوا مع السعودية مع الوهابيين وتضربوا الشعب الإيمني ليش؟ هذا السؤال يعني لماذا منعوكم الأميركان من محاربة أنصار الله بأسلحتهم؟ هذا السؤال هذا كان فيه اتفاق أمريكي سعود لا نكترب مع الحدود السعودية لأن المحافظة فيها أنصار الله هي على شريط الحدودية مع السعودية هذا المقطع من كلام المخلوع كشف عددا من الحكائق الحقيقة الأولى أن سياداتنا الوطنية كانت منقوصة في ظل حكمه بدليل أنه لم يكن يستطع أن يحرك بعض القطع العسكرية إلا بإذن أمريكا الحقيقة الثانية أن السعودية كانت تعلم أن المخلوع يحرك بعض القطع العسكرية ليسلمها للحوثيين وإلا فلماذا ستعترض على تحريكها ما دامت ستتجه لمحاربة الحوثيين الذين يقول أن السعودية تريد حربهم؟ الحقيقة الثالثة أن السعودية لم تعلن يوما ما أنها ضد تسليح الجيش اليمني بالسلاح الأمريكي بل إنها كانت تشترط أن يكون السلاح اليمني سلاح أمريكي كما كان المخلوع نفسه في المقابلة وهنا نأتي إلى تناقض جديد من تناقضات المخلوع يقول فيه إن السعودية أيام الرئيس الحمدي كانت تفضل أن لا يكون لليمن جيش وأنها كتلت الحمدي لأنه كان يعارض سياستها مع أنه يقول في المقابلة نفسها إن السعودية اشترطت أن يتم تسليح الجيش اليمني بالسلاح الأمريكي بدلاً عن السلاح الروسي والكل يعلم أن السلاح الأمريكي أكثر تطوراً من السلاح الروسي دعونا نشاهد هذا المقابلة انزعج العشقة زي ما تحدثت في الماضي أنه انزعجوا من هذا التطور العجيب لأنه كان عندهم مشروط أنه أنتو مش بحاجة إلى جيش هذا جمان البرخوب الملك خالد أنتو مش بحاجة إلى جيش أنتو بحاجة إلى شرطة تحدثوا مع رئيس الدولة أنا ذاك إبراهيم الحمدي أنتو بحاجة إلى شرطة ونحن مستعدين نتعمكم وتبقوا بلد شرطة أجاء إبراهيم الحمدي الله يرحمه وتحدث معنا كقيادة عسكرية وقال قالت السعودية كذا رد علي أحد أعظام جزال قيادة في ذلك الوقت قال له معنا نقدرش نبع بلد بدون جيش ونتحول إلى بلد سياحي ما عندنا شيء المأهلات أن نكون بلد سياحي ما بش عندنا تأهيل بلد سياحي ما بيسير رفضنا هذا القرار أطلع أنزل مع السعودية قالوا أحسن شيء تتركوا السلاح السوفيتي ويتحل محله أسلحة قربية أمريكية وخبرات قربية هذا الأسلحة الشوعية السوفيتية يجب أن تنتهي من الجامعة وافق الرئيس الله رحمه والحمد على هذا الأمر جابهنا اتفاقيت اسمها جرس السلاحة مع السعودية وقعها المرحوم الحمدي 500 مليون دولار والآن كيف نفهم هذا التناقض كيف ترغب السعودية في حرمان اليمن من الجيش وفي الوقت نفسه تحرص على تسليح الجيش اليمني بأسلحة أمريكية وأوروبية هي أكثر تطورا من الأسلحة السوفيتية بالطبع وعلى نفكة من جاءت هذه الأسلحة الجديدة يا تران طبعا الرجل لم يفصح عن ذلك لكن يستشف من كلامي أنها على نفكة السعودية ثم قال إنه استعمل هذه الأسلحة بعد ذلك ضد الشيوعيين في جنوب اليمن الشيوعيون الذين قال عنهم في نفس المقابلة إنهم كانوا يريدون فرض الوحدة الوحدة اليمنية بالقوة طبعا المخلوع طوال المقابلة كان حريصا بصورة مرضية على إدانة السعودية وتحميلها لمسؤولية الفساد في العالم كله تكريبا إلى جانب مسؤولية الأخوان المسلمين وكطر أيضا وهذا له دلالة واحدة هي أن علاكته بالسعودية تحديدا قد وصلت بالفعل إلى طريق مسدود ولم يعد لديه أي أمل في أن ترضى عنه هذا المستوى من التصعيد ضد السعودية لا يفعله إلا من وصل إلى يقين بأنه أصبح مستهدفا ومخذولا وهنا ينبغي أن نلاحظ أن الرجل لا يصعد ضد سياسة الملك سلمان وحده بل ضد سياسة المملكة نفسها في تاريخها كله حسب ما يتضح من المقابلة وهذا يعني فعلا أنه لم يعد يؤمل في تحسين علاكته مستقبلا بالمملكة وأنها حكمت عليه بالوفاة السياسية كما ينبغي ملاحظة أنه بهذا الهجوم الحاد على السعودية يخاطب طرفين الطرف الأول محلي هم أتباعه ليرفع من معنوياتهم ويكدم نفسه بطلا قوبيا وطرف آخر خارجي يعتقد المخلوق أنه يضمر العداء للسعودية كروسيا مثلا وغيرها لعل هذا الطرف الخارجي يمد إليه بخيط النجاة تحدث المخلوق أيضا بحنك عن موقف بريطانيا التي قدمت مشروع الكرار الأممي 2216 لمجلس الأمم الكرار الذي فرض عليه عقوبات تحت البند السابق وسأل نفسه عن سبب تقديم بريطانيا لهذا الكرار وقال أجاب أيضا إن بريطانيا لديها فأر مع اليمنيين لأن اليمنيين طردوها من الجنوب بثورة 14 أكتوبر طبعا هذا موقف متناكذ تماما مع تصريحات سابقة يقول فيها المخلوق إن بريطانيا تكف مع الوحدة وتدعمه لنستمع إليه في هذه الفكرة ثم نستمع إليه مرة أخرى وهو يمتدح موقف بريطانيا في خطاب كديم سنشاهد طيب 2-2-16 قراء هذا 2-2-16 الشرعية سعودية بريطانيا طيب سألني ليش بريطانيا بريطانيا لها ثار معنا عندما قامت ثورة 14 من أكتوبر ضد الاحتلال البريطاني لجنوب الوطن فهي تتمنى وتتبنى أنها تعود لإستعمار بطريقة أو بأخرى فتبنت هذا الانترى بريطانيا في هذه المقابلة تريد العودة إلى الاستعمار استعمار الجنوب طبعا لأنه لا أحد يفكر باحتلال الشمال ولا الجن الأزرق والذي يفكر في استعمار الجنوب لا بد أن يتمنى مشروع الانفصال أي أن بريطانيا تدعم مشروع الانفصال لكي تستعمل الجنوب هذا ما كانه صالح بعد ترتيب كلامه والآن دعونا نستمع إليه في خطاب سابق يقدم فيه شهادة أخرى لبريطانيا كما قلنا نشاهد كما رأينا الرجل يوزع شهادات حسن سيرة والسلوك حسب المصلحة وهذه عادته المعروفة من كان معه فهو جيد ووطني ومن أهل الجنة ومن كان ضده فهو سيء وعميل ويريد تخريب اليمن طبعا المقطع السابق جاء في خطاب مطول للمخلوع أمام بعض المغتربين وفي هذا الخطاب أعجبنا موقفه وهو يسخر من الذين يتحالفون مع أعداء الثورة اليمنية ويزعمون في الوقت نفسه أنهم من جيل الثوار هذا الموقف ذكرنا برئيس جمهورية السابق حكم بلده 33 سنة وهو يصيح ليلا ونهارا بأنه جمهوري حتى النخع ولما غادر السلطة عبر ثورة الشعبية سلم مفاتيح تلك الدولة والجمهورية إلى الإمامين الذين كانوا يتربصون بهما وأصبح يتفاخر بأنه حليف الإمامي نشاهد قاموا بثورة ضد الصلاطين والآن يتحالفون مع الصلاطين يا للعجب ثوري من ثورة 14 أكتوبر والجبهة القومية وجبهة تحرير واليوم تتحالف مع الصلاطين يعني أنك كنت متسوس على ثورة أكتوبر كنت متسوس على ثورة أكتوبر ولن تكن أكتوبري كلام جميل من يتحالف مع أعداء الثورة فهو متسوس على الثورة والآن ما حكم من يتحالف مع الإماميين أعداء ثورة سبتمبر يا زعيم؟ الله المستعان حرص المخلوق طوال المقابلة على ترديد عبارة ليس لهذه شرعية غير شرعية القرار الأممي الفين ومائتين وستعشر وهذه طبعا من وجهة نظر ليست شرعية ونسي أن هذه مهما قلنا فيه قد جاء باعتباره نائب رئيس سابق وباعتباره مزكى من قبل ملايين اليمنيين الذين رفضوا مشروعي صالح والحوفي في الشمال وفي الجنوب لكن المخلوق طبعا كان واضحا كعادته فهو لا يؤمن بالشرعيات السلمية أساسا سواء جاءت هذه الشرعيات من الملايين أو من مجلس الأمم الشرعية الوحيدة التي يؤمن بها هي شرعية انتزاع السلطة بالقوة كما فعل هو وكما يفعل أنثاله تعالوا نجتمع إليه في مقطعين متتاليين من قصور ومن ثنادق الرياض وتقول لي أنت حكومة شرعية ما عندك شرعية لازم تفهم ويفهم الخاص والعام ما عندك شرعية وأنا أقول ما عنده شرعية وسأكررها ما عنده شرعية وعلى مثال أمن أن يفهم هذا الكلام ما عنده شرعية شرعيتكم دابت عليها المملكة العربية السعودية وقناعة بريطانيا بتقديم هذا المشروع يعني 2012 أنصار الله يقولون نحن نمتلك الشرعية الثورية نعم يمتلكون الشرعية السلطة استولوا على السلطة بالقوة من هادي استولوا عليها بعد ما فرر هادي استولوا عليها وهذا من حكم لهم السلطة الشرعية الآن في صنعات يحكم هذه إذن هي فلسفة الدكتاتور أي دكتاتور يؤمن بأنه لا شرعية إلا شرعية القوة والغلبة وهي بالطبع فلسفة الغابة في الغابة لا أحد يؤمن بالتداول السلمي للسلطة ولا بالحقوق والحريات ولا أحد يتحدث عن فوائد السلام والاستقرار في الغابة هناك قانون واحد فقط هو قانون القوة القوي يأكل الضعيف من استطاع أن يستولي على شيء بالقوة فهو لا وهذا هو سر اهتمام المخلوع بإنشاء جيش طويل عريض ليس له مهام كتالية ليس له مهام كتالية حقيقية غير حماية سلطته جيش لا يستطيع حماية جزيرة يمنية في عرض البحر ولا يستطيع الصمود أمام طائرات العدو لمدة ربع ساعة كاملة جيش صنع لمهمة محددة وواضحة سيقولها لنا علي عبدالله صارح نفسه الأليات العسكرية أصبحت للعروب لاستعراض العضلات في الميادين ولا ديمة لها ولا لجمع حريات شعوب ولا ديمة لها ولا لجمع حريات شعوب ولا ديمة لها ولا لجمع حريات شعوب هذه الحقيقة سيد الرئيس أنا أصلاح لدي جيش أستعرض عمل في 22 مايو 4 أسكري ما يحندوش ما عمل في 22 مايو 4 أسكري ما يحندوش ما هذا أخبط التمرد الداخلي عشان بقى على كونسي الصوت يعني هذه الشغلة لا إلى هنا نصل بكم إلى نهاية هذه الحلقة من الأجندة أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة نلتكي السبت القادم في حلقة جديدة إلى ذلك الوقت كونوا بخير ترجمة نانسي قنقر